أنا مطلقة وعندي ولد، نفسي زروشي بالظبط، ومرتبط لها دي. مرتبطة؟ مرتبطة؟ مرتبطة بشخص بقالي خمس سنين. دي جديدة عليها. لا لا ما بليش الكلام ده. بخامري خمس سنين، بس هو متجوز. تاني بقى سان اركز بقى. خذتوني ما شكستش في السؤال. أنا مطلقة وعندي ولد، مرتبطة بشخص بقالي خمس سنين. بس هو متجوز قبل كده. وأنا أكبر منه باربع سنين. كله في بعضه كله مع بعضه ما شاء الله. طبعا أهله رفضوني. وعشان مطلقة والسن طبعا. بس احنا بنحب بعض جدا وعمري ما حسيت كمان بفرق السن خالص. انسحوني أعمل ايه عشان أقنع أهله. بكرة تحس بيه حاله. نش عارفين. بس انا اريد اقارك حاجة. انتي ليه تعملي؟ هو مقتنع وعايز هو اللي يقنع أهله. يعني زي ما احنا بالضبط البنت اللي ما بتيجي. انا نفسي اقنعت أهلي بجوزي. يعني ماجد يعني. انا اللي وقفت الأهله عشان مش هو اللي اقنعهم. يعني هال. لا كنت متجوزة قبل كده. ولا كان عندك عيل. ولا كنت يكبر منه. ماشي. انا بتتكلم. كانوا وغدين موقف من حاجات معينة. زي ما الأهل بيعترضوا على الحياة كثير. اه. لكن انتي. لكن هي عندها ظروف تانية خاصة. انا ما قلتش حاجة. انا بقول انتي ملكيش دور تعملي. انتي هو اللي عنده الدور. يعني ما تبعدش عنه. ما انا بقولك. لو معرفش هو ياخد موقف مع أهله. ويقنعهم بيكي. يبقى انتي هتفضلي كده مش متجوزة. هتفضلي عيش الحياة كده. مستنية الفرق. هو انتي قد الحكاية انتي تبقي اكبر منه دي. قصة اربع سنين في سن كم سنة عنده كم سنة. اربع سنين يعني لو هو عنده ستة و تلاتين سنة ويرور كده. انتي عندك اربعين. ويرور برضه جميلة وكل حاجة. بسنتي مرأة اربعينية وهو رجل تلاتين. لا يا شري. اربع سنين نوتا بيك دي. انا بقولك. انا عرف جوازات نكحة جدا بخمس سنين فرق من زمان. وانا عرف جوازات فشلة جدا. مش شرف. كتحطفش حتى لو قد بحدي. دي كتحطفش حتى لو قد بحدي. لا انا بقولك. اربع سنين وتلات سنين. انا في نقطة. طيب. انا بقولك معلش. لو سمحتي بعد اذنك. اعودي مع نفسك. حبة حلوين. بعيدا عن اي مؤثرات تانية. انتي برضه ممكن تكوني متأثرة. انه شاب واصغر منك. ومتجوزش قبل كده. وانتي بقى يعني ايه. انتي عندك برضي زوف. عندك زوف. عندك كنتي مجاوزة قبل كده. ومتطلقة. وعندك ابن وشلتك تقيلة. واكبر منه. فهو ممكن يكون ده كله مزاغل للعناكي. ارجوك. وممكن تكوني حافيته جد. معلش. طب. لو سأل بورثيلك برضه تاني. حرجع تاني اقول. مع اضافة الكلام شيري. انا برجع اقولك. هو اللي عليه الدور مش انتي. انتي بتعمليش اي حاجة. كيش دعوة انتي خالصة. هو اللي يحل مشكلته مع اهله. اشتركوا في القناة.